بسم الله على بركة الله اليوم سنتوقف عند محطات كثيرة بغيت نتطرق لشي صناطح وش من صناطح ولكن قبل ما نجي ليوم بغيت نوضع سؤال على شاكيب بن موسى اللي مكلف بقطاع الرياضة وش استشاكيب الرياضة في المغرب فيها غير كرة القدم كرة القدم عندها ماليها وناجحين فيها تبارك الله وش فرصك بأن رياضات كثيرة خاصها التتبع والعناية بحل جيدو والجنباز وكرة السلة وكرة الطاولة والكرة الطائرة وزيد وزيد وراه كينا اللي رفعت راية المغرب عالية وما تسوقتوش ليهم لنت ولا غيرك مثلاً أبطال في رياضة الكاراتي جابوا ميدالية ذهبية وفضية في تظاهرات عالمية وآخرهم في الجزائر وفي تركيا وحتى مسؤول في الوزارة ما حاشاه لهم لا استقبال ولا مكافأة في المستوى ولا حتى الله يمسخكم عيب وعار احنا في برلمان راديو وفي منصات التواصل ديالنا خصصنا برنامج سميته راديو كاراتي واستقبلنا هادوك الأبطال اللي هزور راية في الجزائر وفي تركيا وفين ما مشا هاد البرنامج كينشطسي عزيز داودا ويا سلام على السيد داودا وكيف هاد السيد خدم رياضة ألعاب القيوة بنجاح في الكاراتي كينشطسي داودا بين الجامعة الملكية الكاراتي وإداعة برلمان راديو وكيعطي أفكار ومعلومات ممتعة نحن نتعلم على إدأساتنا الكبار والله يوفقنا في كل حاجة فيها الخير نسخصيك على واحد قلت اسميتها قبيلة سانة أكلمان نريد أن تتكلم عنها نحن نعرف بعض الأشياء ولكن نريد أن تتكلم عنها كيف هي الناس الذين يسمعون يعرفون كيف هي هذه المستوى ولكن نتكلم عنها لا يعرفون ما الناس ولكن ستكلمون أن تتكلمون سانة أكلمان من مدينة طنجان مدينة طنجاوية وكانت صغيرة وكانت المركز الوطني الكاراتي والحمد لله كانت تصنفة بين العشرة الأوائل العالمية تتكلم عن تقنية كاتا تتكلم عن تقنية فردي وجماعية نجعل وجه الخير ونمشي والدوك الذي لا يوجد وجه كائنات فيها غير تسنطيحة واللسان الطويل نبدأ بسنطيحة زيان الذي نسمينا هنسنا حيث لا يعرف ما هي تباتها ونسناس كيف تعرفوا هو القرد ولكن هناك حديث شريف يقول ذهب الناس وبقي النسناس وخلاوا وراهم نسناس ما يسكت ما يتبات ومؤخراً مشاكي يعطي الكدوب لصحيفة اسبانية معروفة بمعادات مصالحنا وكواك المالك غايبوا البلاد على حافة الخطر وكواك البلاد جامدة وكتعيش لويل والحل اللي يقترحوا زيان هو أن دول غربية تجي تسير لنا شؤوننا الداخلية وتعين المسؤولين في بلادنا يا ثلاث راه انت هو الويل بعينيه ورجله وسنطيحته والمالك راه حاضر في كل شبر من هاد الأرض وحاضر بتعليماته وحاضر بخطابه وحاضر بتوجيهاته ورحنا شفناه من اللي ترقس مجلس الوزراء اللي كان كيهم المشروع الكبير ديال إصلاح المنظومة الصحية إن شاء الله وشفناه كي يستامع الوالي بنك المغرب على أوضاعنا الاقتصادية والمالية وشفناه كي يخطب في عيد العرش وذكر ثورة المالك والشعب وشفناه في عيد الفتر وعيد المولد النبوي الشريف في أبها صورة بمسجد حسان مع الطرب العطر المحمدي في مكان زاهب الزرابي والزليج المغربي الأصيل أيه الزليج المغربي الأصيل واليوم إن شاء الله غيرلقي خطاب في البرلمان على حي أنت بيطالي وكتعاني من العطالة وما بقى عندك ميت دار بغيتي المالك يجي يجمع معك في باب الحد والغزا اللي عيتي ما تخيط فيهم برجليك طالع عابط وكتشدها حتى الشريع محمد الخامس ودخل من باليمة للشريع علال بن عبد الله عندك تقولوا راشي حد تابعك را غير حد طلعتين للناس في روصهم ونحلف ليك حتى قالها لي وحد سيد كيف الرش جيت باب الحد قال لي هاد سيد توخرت به ليين بثاف وعلق ليه الفريخ وغي حماق وقلاستي زيانت وحشتي الكنيسة دي المالكة ذاك شي لاش درت استجواب مع ذاك الموقع الإسباني ولكن هادك الراهب دي الف وتسعمية وخمسين غيكون مات الله أعلم وبيني وبينك وخيكون بقي حي محالي قبل إلى واحد عنده كتر من ثمانين عام وغنقول لك واحد الحاجة أخرى ليك ولدوك اللي كيزندو ليك الحطب راحنا عايقين بكم كاملين انت عيتي ما تزوجه تستعطف وعيتي ما تصيفت البراوات للقصر الملاكي وما جاكش جواب طبعا لأن مصائبك محطوطة أمام القضاء كينظر فيها وحيط المواطنين تقادوا منك بزاف وانت لا يكون في عونك راكم قادي من ماضيك لمطلب لك حل بركة ما تبقى تحقد على الناس وتوزع في الشر رضل الطبيب فيلتو اللي انت دير فيها لونج دي الخمر والفاساد والشطيح والرديح اولا خلص لي الكرة اللي تجمع عليك خاف شوية من الله واش انت بصح بوحامي موحاح انا كان حيي اخوتي الموحاميين اللي وقفوك وجروا عليك من الختمة سرد السيد شقته اللي مسكين مهاجر وشرة شقة بعرقه وعرق اليام اللي كدح فيها وطراميتي عليها انت وشي واحد قالوا عليه صحفي في مدينة سلا الحمد لله ان الدولة نزعت منك املاكها ودك المكتب اللي كنت هارف عليه في الرباط ورايلا بقيت نعدد فويلاتك الناس غيبكيو غنزيد عليك في هاد الرحلة اللي دايرين مع الصناطح نزيد عليك بوبكر الجامعي اسمحوا لي ايام بغيت نقول بودنجال الجامعي اللي كلا النعمة وبدأ يدفل ويل عنه حيث ما كيشبعش الى السيد اللي هرفع لفلوس العميلين في مجلة الجوغنال واعلامه الامطباعة وزاد حتى السنساس سدت المجلة دياله وبدأ في الدار البيضاء وصبح يقري في فرنسا يعني الراجل كان مخطط لكل شيء هربع العميلين دياله وليوم كيكذب كيقول لك شدوا لي المجلة ليل عني مهجن وهذا يحصره كان كيطلب ويزاوغ باش يخدم في الديوان الملاكي ومن لي ما عمروش معاه السوق تخصص في الكذوب على القصر الملاكي واقتناص الأكاديب والأباطين واليوم ها هو ولا دير حلقة في الفيسبوك واليوتيوب ما كيهتم بها حتى واحد حلقة فيها الأجرافة والمزايدات والمعلومات الغالطة والتعسف على اللغة العربية وعلى التاريخ المغربي وطاريخ الإسلام قال لك المغرب في أسبوع كان خاصهم يسميوه المغرب على لسان الماريقين زوينا هاد الماريقين عجباتني كتليق فيها أوزان كتير الماريقين على الطريق والحارقين النوادر والصارقين الأموال والغارقين تحت اللعنا واسمع السيبوب كر العربية شحل زوينا الماريقين والحارقين والصارقين والغارقين واتعلم أخاينتا اللي كتدوز الحلقة كاملة كيصحوليك دا باشوفش حل من شهروا انتوما كترقعوا ما عندكمش حتر بعديا المشاهدة اللي عندنا في حلقة واحدة حيث السر كيين في المصداقية أما انتوما بلاثتكم راه هاف جامع الفناء ياك خصصتو 80% من حلقاتكم الأمور كتهم الملكية ايواش كوندها فيكم ولكن راه كتستافضوا بطريقة غالطة من حرية التعبير اللي معطيه في بلدنا كيقولوا سيادنا اللولين ما عمرك تطلق الطور من المربط دياله إلا كان القلاس بدا ينبت يعني الزرع بدا يطلع حيث غا يدكو ويفسد الصابة الله يرحم ساعد طالح أنا طايش أنا مقنون أنا طرى الله ببرثيمه راه يمكن إلا بتلتوا المواضيع يجب الله تسيروا المتابعين ما تدروش بحل بن كيران اللي ولا غير كيدور ويعطر بسميه جلالة المالك قال لك في يقنيف الفجر كي وهم الناس باللي المالك فيقو وهو في المغرب ما كتحشمش المالك في شدوه معاك كان في الهند آخر أكتوبر 2015 وكان الفارق الزماني طبعا وعلاش مع الدبراسك كتقول فيها راك كنتي رئيس الحكومة ويفيقك وقت ما بغى شنا هي خدمتك وهات حشين الله ضرر الخاوي والتلاعب بالأفكار والعقول راح نعايقين بيون ما خليتي حتش مدينة ممشتي ليها باش تحكي أزلياتك من اللي كنتي في رئاسة الحكومة قال لي المالك قلت المالك حلفت المالك زاوقت في المالك كلفني المالك ايو هالقامو الثانا والقليليشة حالث منها بدل الخدمة كيت المشتاقدة داق يك انتي كتبع جافيل ايو ارجع لديك الخدمة وبدأت قول جافيل جافيل وخاك انتي رئيس الحكومة راه ما فيها عيب جافيل جافيل ودرك شوني مع الباب جافيل جافيل اكمل ولا بلتي نقول لك دير طيبو هاري باش تبدلشي شوية نطخدم ورديك سبعد المليون اللي هارفع ليها من فلوس لمغاربة اما هادك المعطيمون جيب احنا سميناه مولجيب والله احتكيت حكني مهووس بالإعلانات على الإضراب على الطعام في المقلية الطبيب دير ريجيم على قبل داء السكاري اللي شافي الجاميع كي يبدل هو نصائح الطبيب بإضراب على الطعام وهانتو ما شوفوا اكتوبر 2021 اعلن عن إضراب على الطعام واكتوبر 2022 إضراب آخر على الطعام العام اللي فات في 12 اكتوبر وهذا العام 11 اكتوبر الغريب انه دائما كي يعلن عليه في تاريخ واحد واخه حصله كي يكون مخبي في واحد المطعم في اكدال ومرة اخرى حصله شاري ساندويتش امي 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 على النضال هادي خصها المفاتش كاتجيتو لكولومبو يحقق فيها اسيدي صوم غير رمضان بطريقة صحيحة وزيد عليه صوم كل 2 وخميس واحنا نعاونوك نصدروليك بلاغاتك ديال الصيام والله احتصحي ارا انا مجربة ولكن خلص دك شي لك يتسالك ديال الطريبة ورجع الفلوس اللي شفرتين من المأهد ديك الساعة نتاكره والله ما نختم مع هاد السناطح بلا ما نعطي واحد ناصيحة الخلود المختاري زوجة سليمان الريسوني قاتلك الريسوني دير اضراب على الزيارات بعد ما دار اضراب على الطعام 4 شهور كي نعبض الله شي واحد صام 4 شهور وباقي حي الا لا الى راجلك دار اضراب على الزيارات وما بغاش يشوفك شوفي انتي اش درتيلي راه كل شي كي يوصله وخهوا في الحبس وحاجة اخرى راه والله اللي تعاشر مع هادك خاليد البكاري ما كيجيوه غير المشاكيل ولكن النقطة ديال النوكات هو هاد سيدلي في الصورة بوبكر زعتر عاوتاني كي زعترها ناشر شي تدوينا كيقول فيها راه ساهم رمزيا في الخياطة ديال الكسوة ديال الكعبة المشرفة وهذا امر عادي ورمزي اللي ما عاديش فيه هو انه بان في الصورة وهو كيدر الاشهار لساعة كتسوى مئة وثمانين مليون هان تنظر هاثا مانها الحقيقي وهاد المباهات الاشهارية كيلسقها في مكان طاهر وكينشرها في صفحة مخصصها لبيع اللباس والاثواب وقيله هاد سيد قرن العين في الكسوة ديال الكعبة المشرفة يكما بغي بيعاحتها راه كيقولو مخيطة بخيط من الدهب وحيت بالي يكي يشوف في الكاميرا ويخيط هادا كترف بعدها غايكون عوجو خاسر ولكن والله كون غير اعطاه لكسوي قيطها كاملة باش يبقى عندهم تمك ويهنينه هنا ولا يخليوا عندهم في مره قاع دابا باش نختم تأملوا اشواقع في تونس طوابير السيارات واقفين بغين ايطرو ديال ليسانس وطوابير اخرى بغا غامت تاكل في الاسواق وامام المحلات وفي فرنسا تلقى الدهب وما تلقاش ليسانس هانتو ما شوفو سبحالله هاد الجزائر اللي تفايل بها كيتعادى منها شوفوا الطوابير ديال المواطنين في هاكي طوابغ غير الحليب مالقاواه اذا هاد الشيكي عادي واخدوا العبرة وديرها غازوينة غازوينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة